اشتركوا في القناة معلش ظروف مرضية نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية لنا ولكم جميعا ما قدرناش نطلع معاكم من بارح وانحاول النهاردة نعوض معاكم اليوم الفائت ونبدأ الكلام عما حدث بالامس احنا كلنا بنترقب موعد الزوال للكيان المحتل وفي نفس الوقت الجميع في حالة اشتياق لظهور الامام المهدي فتعالوا نهاردة في هذه الحلقة نحاول ان نوفق ما بين الالتقاء في هاتين النقطتين من الممكن ان تلتقي نقطة الزوال في هذه الايام مع ظهور الامام المهدي فعندما تكلم الشيخ بسام جرار وهو اشهر من تكلم عن نظرية زوال الكيان المحتل لم يصرح ان هناك ربط ما بين الزوال وما بين ظهور المهدي يعني ما قالش ان الزوال هيبقى على يد الامام المهدي ولكن في هذه الايام بدأنا نرى ان هناك امكانية ما بين ان يظهر المهدي وما بين ان يحدث الزوال يعني شايفين ان في امكانية ان يظهر الامام المهدي ويكون الزوال على يد الامام المهدي طبعا هذه النظرية تعتبر حلقة وسط ما بين من يقول ان الزوال سيكون قبل ظهور المهدي وما بين من يجزم ويقول انه لا زوال الا على يد الامام المهدي يعني لو سألتوني عن رأي الشخصي ودائما في الحلقات بخلي رأي الشخصي في اخر الحلقة بس النهاردة استثناءا هقول لكم ان زوال الكيان سيكون باذن الله قريبا وهذه ليست امنيات او ليست تمنيات انما هو من واقع الاستدلال واستقراء الاحاديث النبوية الشريفة وما يتبع من اخبار ونبوءات الزوال سيكون قريب اقرب مما يتصور الكثير اما موضوع ظهور الامام المهدي فهو مرتبط ارتباط وصيق بقضية الزوال بمعنى ان بداية الزوال ده رأيه بداية الزوال احنا عايشين في هذه الايام في مرحلة بداية الزوال وشايفين الاشتباكات اللي بتحصل يعني احنا بنسجل كمان الحلقة ما بين الكيان المحتل وما بين المسلمين في غزة الله منصر المسلمين في غزة الله منصر المسلمين في فلسطين وندعي ربنا سبحانه وتعالى ونكثف في الدعاء لان النصر بيد الله وان النصر من عند الله سبحانه وتعالى فاللي احنا شايفينه دلوقتي بيحصل قصد عينينا واحنا مش حاسين هو مقدمات الزوال مقدمات الزوال اللي فعلا صدق عندما تكلم بها الشيخ بسام جرار اما الزوال الضربة القضية يعني زي ما بيقولوا كده عندنا هتبقى على يد الامام المهدي وهذا اندل يدل ان المهدي على الابواب خد بالك ده اللي انا عايز اوصل اليه وهذا اندل انما يدل ان المهدي على الابواب لان بداية ومقدمات الزوال لن تطول كثيرا من حيث الوقت ولا بد من ان يخرج الرجل الموعود لكي يضرب الضربة القاضية ويقضي على هذا الكيان ولذلك ارى من وجهة نظري ان اصحاب نظرية الخلافة المقدسية التي تسبق المهدي النظرية دي هتبتدي تنطفق رويدا رويدا وتتلاشى رويدا رويدا واللي هيشجع هذه النظرية ان تتلاشى تصارع الاحداث الناس ذات انفسهم اللي بيتكلموا عن النظرية دي هيلاقوا ان ما فيش وقت ان تتحقق اي حاجة من اللي هم بيتكلموا فيها ويروا بايه بصورة واضحة جدا ان الامام المهدي سيصبح واقعا شوف العالم دلوقتي من كل النواحي شوف الحروب الكبرى العالمية التي هي على وشك ان تحدث شوف تخوفات ارض الحجاز وما يحدث بها من احداث واحنا لسه كمان الفترة القادمة هنشوف وهنتابع مع بعض وهفكركم بكلامي انها تلاو احداث كونية في ارض الحجاز وهنلاقي كلام خطير جدا جدا في الفترة القادمة كل دي تمهيدات لظهور الامام المهدي وبدأنا نشوف ونسمع كلام لكثير من الباحثين لان هم بيشوفوا ان الامر قد اقترب بدأنا نسمع ارقام وبدأنا نسمع تواريخ بتتكلم عن اقتراب ظهور الامام المهدي وان في ناس تمني نفسها ان يكون عام اتنين وعشرين هو عام الخلاص وناس تتكلم الف ربعمية اربعة واربعين ان احنا لسه بدئين فيه ان هو يكون عام الخلاص وان تمتلئ الارض عدلا كما ملئ الظلما وجورا كلها اجتهادات كلها اجتهادات ونحن ندور في هذا الفلك اجواء عامة مبشرة شخصية السوفياني اللي بدأ الكلام يقترب عنها كثيرا انا بحاول في هذه الحلقة ادي جولة ميدانية قصيرة عامة حدث وما سيحدث عامة حدث وما سيحدث شخصية السوفياني اللي بدأنا ان احنا نقرب منها ونشوف هل هذه الشخصية ستظهر في الايام القريبة القادمة واقصر ما يلفت انتباهي في هذا المشهد المشهد العام ده كله صمت الحكومات الرسمية العربية تجاه هذا الكلام يعني كأنهما مش عايشين في عالم اسمه عالم السوشيال الميديا كأنهما مش عايشين في اعتقاد نظرية الامام المهدي اللي العالم الاسلامي على السوشيال ميديا ركز بيتكلم فيها كأنهما مش عايشين معانا او هما بمعنى ادق بيتظاهروا انهما مش وغدين بل هم لكنهم يتابعون الامر عن كسب الكلام ده مش هتسمعه في اي مكان اخر الا في هذه القناة وعلى هذا المنبر هما الناس دي موجودين معانا وعايشين وامتابعين اللي بيحصل ده اي خبر يعني اضرب لك مثال انهم عارفين كل حاجة اقل خبر على السوشيال ميديا وبيكون خاص بدولة مش خاص بايه بمصير امة ويحدث هذا الخبر بتلاقيهم على علم به وبيبين ليك انه هو يعلمه اش معنى هذه القضية الكبرى لا يتكلم فيها من قريب ولا من بعيد ولا ممكن يكون مستني الازن زي ما بايدن بتاع امريكا قالوا الازن ان يتكلم عن الامام المخفي فبدأ انه هو يتكلم عايزين نفهم وعايزين الناس تستوعب الامر ولا هما ما بيجبوش سيرة الامام المهدي الا مع الناس المجانين والمختلين عقليا اول ما بيجب لك خبر وينشره ويقول لك والله في واحد يدعي المهدوية فمسكناه واتضح ان هو مختل عقليا ما فيش ذكر للامام المهدي الا في هذا الامر كل ما يطلع واحد يدعي انه هو المهدي يقوم يسلط الخبر وكأنهم على اتفاق طيب فين الكلام العام الا على مستوى العالم الان اللي بيتناول موضوع الامام المهدي عشان يفضل لاخر لحظة طبعا انا اتكلم عن الازرع الاعلامية عشان يفضل لاخر لحظة بيوهم البسطاء من الناس ان قضية الامام المهدي والظهور دي قضية اصلا مجيش على دماغك ولو بات على دماغك تبقى بعيدة المدى وبعيدة المنال في الاجمال ما اردت ان اتكلم به في هذه الحلقة لكي نجمل ان النبوءات التي تتكلم عن زوال الكيان المحتل لا تتعارض مع موضوع ظهور المهدي اذا موعد الزوال لا يتعارض مع ظهور الامام المهدي احنا بدأنا نقرب ما بين وجهة النظر بتاعة الزوال قبل المهدي وما بين ظهور الامام المهدي والضربة الاضية اللي هتبقى على ايد الامام المهدي طبعا اكرر الاعتذار اللي احنا مظهرناش مبارح نتيجة يعني معلش كنت متعب قليلا وان شاء الله النهاردة معانا حلقة رئيسية حلقة المساء باذن الله هنتكلم فيها عن مواضيع اللي كانت في اليومين اللي فاته مواضيع برضو حديثة نتابع معكم ما يجري على الارض من مستجدات لا تنسونا من صالح الدعاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته